اهلا بالحديث كيف انتم مع اعقلتوا واحد الفوينتاة الحوت كنت دخلتوا انستغرام كولتوري نعطيكم الوصيد اليوم بعد كتاب نعودوا ونشاركو معاكم جيبت كل شي نصالون حد كل مرة كوزينة ما شفتو شي مزيان بلكم دكشيفلو كانت الشمش عاطية دركة البوطة فحل دابة اول حاجة اللي غادي نحتاجوها في هاد الاوكلة السريعة الخفيفة هي الحوتة انا خرجت البارح باش نشري سان بير في حال اللي شوفتو في انستغرام وقلتو اللي نعطيكم الوصيد ولكن السيد اللي كانت تخرم عنده دائما جبرناش عنده السان بير جيبت هاد الحوتة هادي كلكم تعملوا اي حوتة بيطة اه اللي في حالي هو ونقهاها لي من داخل انا بيت تف اه كيمون وفلفل غبرة والملح عندكم كوكتيل ديال الفروي دماغ يمكن لكم تعملوا كونتيتة كبيرة انا كانت عندي غير واحدة الساشية اه هي هادي اه نحتاجو عاود اه فلفل خضار وصفار وحمر وكتبلكم تمال حمورة بالزفر هذيك مشي غلفة في الحمار هذيك حتا توماتيش بالقشور ديالا مقطعة مربعة كاجبني زوق بيحت هي كوشي كان قطع مربعة من غرفة في الخضار كاجبني نقطعها ايضا مدوار باش كعطي الديكور مزيون وغادي نحتاجو هنا ايه نتوماتيش اللي كان فرشة في اللول فوق منا بطاطا مقطعة عرقية يبقى اتبلكم بطاطا عنده حشكل عجيب حل معين ماشي مدورة اذيك مشي انا مقعاشي قصر بطاطا اخرجتلي حلي زرقة شوية جيتنا كليت فيها النص باش تبقى مزيونة الاغ كان فرشة في اللول فوق منا بطاطا عدد فوق منا بطاطا النايا كان محتاجو قصبر انا رحو تكلمل مع هلق صبر مهم زيما هذي الطريقة مشي كين طورق اخرى اللي كان من المعمل مع النص اذا كنت غنعمل لك خيم في خيارة شو ديك الشي هالطريقة لي استانداغ اللي كعرفة كل شي سهلة جدا اه هاد المقادر هادو عند اي اه مرفض در عندك اه هادك اه قصبر قبطة كاملة ديال خمسين فرنج تقتسمها هذيك المعلقانية اللي كان عبر بها هي المعلقة كبيرة دي الحديد اه عمت واحدة معلقة كبيرة ديال فلفل غبرة كعجبني كتر منه باش كيجي دك شعطي كولور ومعلقة كبيرة ديال ماشي عمرة ممسوحة شوية ديال كيمون ومعلقة صغيرة ماشي كبيرة يعني ماشي هذيك المعلقة اللي تمنا معلقة صغيرة عادية ديال ملح اهنا هي الرس كامل ديال تسوم مع السور يعني اذا كان رس كبير كان عملوه كامل وذا كان رس صغير نعملوه رس ونص لانا تسوم معروف كي لدد الحوت عندي هنا يا زيت اه نص كسد الزيت بيطة شوية لي كيشيت ماشي معمر ملكس ديال زيت زيتون يعني كاخلط زيت بيطة مع زيت زيتون يعني يقول اه كس لارب ديال زيت بيطة وربع كس زيت زيتون انا سكت كنسمع وش سمر اه كتبكي عنا هنا يا الخل كل وجود معلقة كبيرة دي الخل زائد ليمونة مع صورة في هذا وعدد الليمون للتزيين انا نوع من المو هاد الو بلا فيما نشتم الصور في انستغرام كان عادلوه كنت تغيف السينية خلال بنها استطاعت الطبينة ما تبغيش انتطاب اللي هي اللي هي اللي هاتي عصبني قسيت حشوية هذا المراقط تارقيبه ومشي تجيبت هاد البلاتو هذا من مرجن كامش مية خمسين درهم انا غادي نجربوه دابا ونرد عليكم حت انا كنت اطيب نوص طياب فوق البوطة ومعت ندخل المفرن واحد رصدهم ساعة. هلو غانا مش نبدا نوريكم كيفاش كنفرج دكشي في المول ديالي. وعدك الساعة تبع معي اطب بغي اطب. اول حاجة قبل ما ننسى. الحوتة ديالي باش ما كتبقاش ما كتعجبنيش يا جلدة تبقى هيدا كتزهق. كان عملة في الطحين. وانقليها واحد شوية في المقلة. ونرجع نعندكم. ديالي عملت التقلاف الزيت. اه في الاول كيف ما كتشوفوا قطعت لكشب المص شوية واحد واحد جوش ثلاثة اربعة من تحيطه من الفوقي. يعني من الطهار من الوجه. وعملتها في الطحين. وانقليها شوية غير على حسب ذك الجلدة ديالي. اما من داخل من داخل ما الطبشي طبعا من داخل. وبسعان عملها في المول مع الخضرة ديالي. ديالي نجيب واحدة سفحة هيدا كيكون فيها شوية المسخون. وكن نخويخيها ذك المقادر ديالي كاملة. اوو سمحوا لي انا غارجع بنتي فقط. هنا هي الملاح. هنعمل الكيمون. هنعمل الفلفل غبرة. هنعمل الربع ديالي كامل. هنعمل احت الزيت احتها هي. والخل مع الليمون مع السار. والتوم. كل شي. كل شي. وانحرك هاتشي كامل مع بعضهم زيان. هاتشي هو اللي غادي نعمل فيها آآ الفلفل ديالي. يعني لك شي جيبت طاسة كبيرة في حال هكده. نخلط الفلفل وتماطيش. وهاد اللي في خوي دماء. وهاتشي كامل والحوت تحتها هي اللي قليتة حمرتها شوية. كل شي غا نعمل له هاد اللي قامة هالي. عاد نبدا نفرش في هاد المول اللي دهنتو في الزبدة. باش ميليسا قليش. هنبديت ببتاتا والتوماطيش لي غا نعملها هي الليه. ملتف دك اللي قامة. شيط واحد زلافة بعدها اللي غادي نعمله في الكوتو. فخي دماغ. مبقتشي لها دراك تخرج للي انا بيلي مع بنتي. كتلع بحدايا. اه. دونك انا نفرش اول حاجة. باش ما يسا قليشي هاتشي. واحدة شوية توماطيش في حال هادي اللي عند الطهر هكذا. هنعملوها هايضا. في حال هايضا كتجي مفرشها. وعدا هنعمل فوق منا البتاطا. في حال هايضا كتجي البتاطا ملفوق. ده بغا نعمل الحوتة ديالي. وليف خوي دماغ. ومن بعد نزوق شوية بدك الفلفل. يجي بحال هايضا. من بعد ما عملتكم توماطيش فوق من البتاطا. اه نزلت الحوتة ديالي الليولة. باش كتكون قريبا اللي عافية. اه كرشة مفتوحة عملا عمرها بليف خوي دماغ بلقامة ديالهم. سامار خليني. اه الحوت طبعا هو اللي فتحه ونقه هاوزه ولا الشوقة الدخلانية كاملة. كتكون مفتوحة بها الطريقة هايضا. وباش داخل ديالا كد عمر باش ما بغيتيه بالروز بليف خوي دماغ. انا سامار دابا ما خلتني شي نكمل. لديك الشي ما زوقت شي مزيان. دونك ليف خوي دماغ كنا عملنا ونفوس الكرشة الحوتة. وليشاته. كان عملهم في ما كان شي دوارات في الليفل حالا ايضا. كان عمر بليف خوي دماغ. وصفي وفوق الحوتة كنا زوق عود بالليمون وبالفليفل. ساما كد كو ساكتا. حتى كم دالفيديو عاد كد بدا هي تبكي. وهذا ما كان. فوق البطا حانية. قنغطي بات سيمية ديال الفران او لبابي آلومينيون. وانا نحسب له واحد ساعة اللارب هيدا. شو يعود ندخلون الفران نص ساعة باش يتحمر مزيد. من اللي كدوز نص ساعة. وكي قربي طيب يعني بقى لوحرباع ساعة طيب. كنجبروه شوحت شوية من الماء. كنجبرو واحد الكس. كنعملو فيه النص ديال ثوليس. ما هي اللي كتعجمني نستعمل لانا بززاف. حلوة. ها هي. هي السر باش كتلدد هاد الاكلة. والنص ديكس اللي شط كنعملو فيه الماء سخون. والسحتار. والوراق تسيدنا موسا. وكي نكبوه من الفوق. باش او ما يمتون كتفزك شوية باش يزيدي الطيب. او ما يمتون ديكس اللي سكعطي واحد المدق مزيون وحليلو. مع السحتار ووراق تسيدنا موسا. ده بغى يبقى ربع ساعة هيدا. ما عملنا سوليس من الول حد سوليس مغسرش طيب بززاف. دونك يبقى ربع ساعة هيدا وندخلو الفران واحد مص ساعة. من بعد ساعة اللارب تقريبا ترجع في حليدك يشرب الماء يتعسل مع دكسوليس. اعجبني هذا البلاتو هذا. بطاطا ضغية طابط. ما شيف حسيني هذا الفران. سوف يدبه ان شاء الله ندخلوه الفران واحد مالساعة. ومالي غادي يوجد. هنصورو لكم. عملته التحت بشي يتبع لخطره. ما يكون باقي واحد عشر دقائق. نطلعو الفوقي بشي يتحمر شوية. درجة الحرارة مية وخمسين حتى مية وثمانين. عمله ثلاثين دقيقة وشعله الفوقي والتحت. ترجمة نانسي قنقر